حاتم الأصم من كبار الصالحين كان يلقب بلقمان هذه الأمة حن قلبه للحج وكان لا يمتلك النفقة الواجبة حيث كان كثير الأبناء من الذكور والإناث دخل على أولاده وجلس معهم يحدثهم ثم قال لهم ماذا عليكم لو أذنتم لأبيكم أن يذهب إلى بيت ربه في هذا العام حاجا ويدعو لكم قالت زوجته وأولاده أنت على هذه الحال لا تملك شيئا فكيف تريد ذلك وكان له ابنة صغيرة تمتلك حكمة وصلاحة فلما أقبل الموعد رأته حزينا باكيا فذهبت لأمها وإخوتها وقالت لهم ماذا عليكم لو أذنتم له ولا تهتموا بنفقة فإنه ليس برازق وإنما يرزق ويناولنا مما رزق وفي النهاية قالت له الأم والأبناء صدقت والله هذه الصغيرة انطلق حيث أحببت فقام وأحرم بالحج وخرج مسافرا وأصبح الجيران يدخلون على أهل بيته يعاتبونهم قائلين كيف أذنتم له بالحج فأخذ أولاده يلومون أختهم الصغرى ويقولون لو أنك سكت ما تكلمنا فرفعت الصغيرة يديها إلى السماء وقالت إلهي ومولاي تكفلت القوم بفضلك وأنك لا تضيعهم فلا تخيبهم ولا تخجلني معهم فبينما هم على هذه الحالة إذ خرج أمير البلدة للصيد فضل الطريق مع بعض عسكره وأصحابه وشعر بعطش شديد فاقترب من بيت الرجل الصالح حاتم من الأصم ليطلب بعض الماء وقرع الباب وقال الأمير ببابكم يستسقيكم فرفعت زودة حاتم رأسها إلى السماء وقالت إلهي سبحانك البارحة بتنا جياع واليوم يقف الأمير على بابنا يستسقينا ثم أخذت وعاءا صغيرا للشرب وملأته بالماء وقالت تفضل فأخذ الأمير الوعاء وشرب منه فاستطاب الشرب من ذلك الماء فقال لوزيره لمن هذه الدار فقال الوزير لعبد من عباد الله الصالحين عرف بحاتم من الأصم لقد سمعت أنه البارحة أحرم بالحج وسافر ولم يترك لأبنائه شيئا فقال الأمير ونحن أيضا قد أثقلنا عليهم اليوم وليس من المرؤة أن يثقل مثلنا على مثلهم ثم حل الأمير حزامه الذهبي ورمى به في الدار ثم قال لأصحابه من أحبني فليلقي حزامه فحل الجميع أحزمتهم الثمينة ورموا بها إليهم ثم انصرفوا ومعد قليل قرع الوزير الباب وقال السلام عليكم أهل البيت لآتينكم الساعة بثمن هذه الأحزمة ثم دفع إليهم ثمنها واستردها منهم فطارت زوجة حاتم والأبناء من الفرح ولم يصدقوا ما حل بهم من تحول من فقر إلى غنى فأخذوا يضحكون لكن البنت الصغيرة كانت تبكي بكاء شديدا فقالوا لها ما هذا البكاء إنما يجب أن تفرحي فإن الله وسع علينا فقالت والله إنما بكائي كيف بدنا البارحة جياعا فنظر إلينا مخلوق نظرة واحدة فأغنانا فكيف بالكريم الخالق الذي يسر لنا هذا المخلوق اللهم انظر إلى أبينا ودبره بأحسن تدبير هذا ما كان من أمر بيت حاتم وأما ما كان من أمره فإنه لما خرج محرما ولحق بالقوم فلم يكن معه ما يكفيه من المال فكان يمشي خلف القافلة وأثناء الرحلة مرض أمير القافلة فطلبوا له طبيبا فلم يجدوا فقال الأمير هل من عبد صالح بيننا فدل على حاتم فلما دخل عليه وكلمه دعا له فعوفي الأمير في حينه فأمر له بما يركب وما يأكل وما يشرب حتى العودة فنام تلك الليلة مفكرا في أمر أهل بيته فقيل له في منامه يا حاتم من أصلح معاملته معنا أصلحنا معاملتنا معه ثم أخبر بما كان من أمرهم فأكثر الثناء على الله فلما قضى حجه ورجع تلقاه أولاده فعانقهم وبكى ثم قال إن الله لا ينظر إلى أكبركم ولكن ينظر إلى أعرفكم به فعليكم بمعرفته والاتكال عليه فإنه من توكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أثناء ركوب الحاج مناع الطائرة في طريق العودة لبلاده وقبل هبوط الطائرة بنصف ساعة أخبر قائد الطائرة الركاب أن خللا وقع في إطارات الطائرة وأن الهبوط قد يؤدي إلى أن يفقد الجميع حياته وهنا فزع مناع وانخرط في نوبة بكاء شديدة وتحدث إلى أخيه الذي كان يجلس بجواره أنه خان الأمانة ونهب أموال جاره الذي أعطاها له هي وأوراق ملكية أراض واسعة له وأنه الآن نادم على ما فعل وتائب إلى الله وطلب من أخيه إن كتب الله له النجاة والحياة أن يرد هذه الأموال إلى جاره وأن يطلب منه العفو والسماح ففرح شقيقه كثيرا ودعا له ومناع يؤمن وأخذ يبكيانهما وكل من في الطائرة بعد أن أحاط الموت بهم وبعد دقائق هبطت الطائرة بسلام ونجى الله جميع من فيها وقبل خروجهم منها قال مناع لأخيه كأنك لم تسمع مني شيئا وإياك أن تخبر جاري بما أخبرتك به المال مالي ولا حق لأحد فيه غضب شقيق مناع من أخيه وتركه وأسرع إلى جاره وقال له إن أخي اعترف لي بنه بحقوقك وخيانته للأمانة وسوف يرد لك مالك فقط عند عودته اذهب وسلم عليه وسامحه وكأن شيئا لم يكن فرح الجار كثيرا وفي المساء ذهب ليسلم على مناع ويسترد حقوقه وإذا بمناع وهو حول أبنائه يطرده ويتهمه بالجنون فخرج الجار حزينا بعدما ذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل وبعد أسبوع واحد مات مناع ولمدة ثلاث ديان يأتي مناع لابنته في المنام ويقول لها امنعوني من النار النار أكلتني فأخبرت إخوتها وعلموا أن ما يحدث لأبيهم بسبب ظلمه لجاره فذهبوا إلى الجار وعرضوا عليه أن يأخذ أرضه وماله وكل حقوقه التي أخذها والدهم منه ويسامح والدهم بل عرضوا عليه ضعف ما له عند والدهم ولكن الجار رفض العرض وأخبرهم أنه جاء لوالدهم وفي نيته أن يسامحه ولكن والدهم طرده ولو كان حيا الآن ما أعطاه من أمواله وأرضه شيئا وبعد فترة قصيرة مات الجار دون أن يسامح مناع الذي قرر رد الحقوق لأصحابها عند تعرضه للموت ولكن بعد النجاة نكث عهده مع الله واستمر في ظلمه لجاره ولكثير من الناس الآخرين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير قرية بها شيخ حكيم كان أهل القرية يستشيرونه في أمورهم وفي أحد الأيام ذهب إليه فلاح كان لا يصلي مع أهل القرية بالمسجد وقال له بحزن لقد هلك ثوري وليس لدي حيوان يساعدني على حرث أرضي أليس ذلك أسوأ شيء يمكن أن يحدث لي؟ قال الشيخ وما أدراك قل الحمد لله دائما فأنت لا تعلم الغيب وتذكر دائما قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون عاد الفلاح لبيته وأخبر أهله أن الشيخ قد جن فكيف لا يقر بأن ما حدث لي هو أسوأ شيء وفي اليوم ذاته شاهد الفلاح حصانا قويا بالقرب من مزرعته فقام باستياده ليحل محل الثور وقد كانت سعادة الفلاح بالغة حيث أنه لم يحرث الأرض بمثل هذا اليسر من قبل وما كان من الفلاح إلا أن عاد للشيخ وقدم إليه أسفه قائلا لقد كنت محقا أيها الشيخ فإن فقداني للثور لم يكن أسوأ شيء لقد كانت نعمة لم أستطع فهمها ولابد أنك توافقني على أن مجيء الحصان هو أفضل شيء حدث لي أجاب الشيخ وما أدراك قل الحمد لله دائما فأنت لا تعلم الغيب فقال الفلاح في نفسه لابد أن الشيخ فقد صوابه مرة أخرى وبعد مرور بضعة أيام سقط ابن الفلاح من فوق الحصان فكسرت ساقه ومرة أخرى ذهب الفلاح إلى الشيخ وقال له كيف عرفت أن استيادي للحصان لم يكن أمرا جيدا لقد كنت على صواب فلقد جرح ابني ولن يتمكن من مساعدتي في الحصاد وهذه المرة أنا على يقين بأن هذا هو أسوأ شيء حدث لي نظر الشيخ إلى الفلاح وقال وما أدراك قل الحمد لله دائما فأنت لا تعلم الغيب استشاط الفلاح غضبا من كلام الشيخ وفي اليوم التالي جاء أمر من الجيش باستقدام جميع الشباب القادرين للمشاركة في الحرب التي اندلعت بالأمس وكان ابن الفلاح الشاب الوحيد الذي لم يذهب بسبب ساقه المكسورة ومن هنا كتبت له الحياة في حين أصبح مصير الباقين مجهولة فذهب الفلاح إلى الشيخ داخل المسجد لأول مرة وقال له معتذرا الآن فهمت أن كل الأمور خير لنا إذا ابتلينا بمصيبة وصبرنا كان خيرا لنا وإذا ابتلينا بنعمة وشكرنا كان خيرا لنا وعلينا أن نحمد الله في كل الأمور فهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم يدير هذا الكون بعلمه ورحمته أيضا لأنه أرحم الراحمين ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون رجل أعمال تقي شعر بدنو أجله فاستدعى أبنائه وقال لابنه الأكبر منذ وفاة أمكم من عشر سنوات تزوجت سرا حتى لا أغضبكم وزوجتي مسلمة من إندونيسيا وتعيش هناك وقد أنجبت ثلاثة أبناء هم إخوتكم فخذ هذا العنوان واذهب إليها وأعطيها ميراثها وساعدها إن استطعت ثم توفي الأب وحضر الأخ الأكبر هو وإخوته عند القاضي لتوزيع الإرث فتنبه لوصية أبيه وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة لذلك أخبر القاضي بزوجة أبيه فأوقف القاضي توزيع الإرث حتى حضور الزوجة في الجلسة سافر الإبن إلى إندونيسيا وبعد عناء في البحث وصل إلى بيت بسيط فطرق الباب وخرجت إليه سيدة محجبة فعرفها بنفسه وأخبرها بوفاة أبيه وأنه يلزم حضورها معه إلى بلدهم بطلب من القاضي فسافرت معه وأخذت نصيبها من الإرث وكان مبلغا كبيرا وبعدها طلبت من الإبن الأكبر أن يذهب بها إلى مكة لأداء العمر فلبى طلبها ثم عادت إلى بلادها وبعد عام اشتاق الإبن الأكبر لزيارة زوجة أبيه ورؤية إخوته وعند وصوله إلى بيتها لم يلاحظ تغييرا على المسكن من الداخل والخارج نفس ما رآه أول مرة فسألها أين أموالك التي ورثيها فقالت له في الصباح سنذهب معا إلى مكان أموالي وأثناء ذلك دخل عليهما أكبر أبناء زوجة الأب وعمره عشر سنوات فسأله أخوه هل تحفظ شيئا من القرآن فقال له نعم أحفظ القرآن كاملا فتعجب الأخ الأكبر فقالت له زوجة أبيه إن ولد الأصغر منه يحفظ نصف القرآن أما ابنتي الصغيرة وعمرها أربع سنوات فتحفظ جزء عمه فعندما يبدأ طفلي في الكلام أقوم بتحفيظه القرآن ثم أجري مسابقة في الحفظ فمن يحفظ أولا هو من يختار وجبة العشاء في تلك الليلة ومن يراجع أولا هو من يختار أين نذهب في عطلة الأسبوع وعلى هذه الحالة أخلق بينهم التنافس في الحفظ والمراجعة سر الإبن الأكبر كثيرا بإخوته وبأمه مصالحة التقية وظل طوال الليل يستمع للقرآن من أصواتهم الجميلة وفي الصباح ذهب مع زوجة أبيه إلى مركز المدينة وهناك شاهد مركزا إسلاميا كبيرا باسم أبيه للتحفيظ والتعليم وبه دار أيتام وقالت له زوجة أبيه هذا المركز صدقة جارية لأبيك بكى الإبن الأكبر ووقف مذهولا من صدق ووفاء هذه السيدة مع أبيه ثم عاد إلى بلده واجتمع بإخوته في نفس يوم وصوله وأخبرهم بما رأى وتبرع الإخوة بمبلغ كبير لإقامة مشاريع خيرية لأبيهم لقد علمتهم زوجة أبيهم الوفاء وحب الآخرة على الدنيا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر